بسم الله في رسال كتيرا جات لي وكلها نفس الفكرة وان كان الموضوع مختلفة يعني واحد مثلا تقدم للشغلانة في شركة وترفض وتقدم مرة تانية وترفض فحس ان هو انا ناكرة او ناكس او فقط سقط في نفسه ووش عايز يحاول تاني واحد مثلا كان قدم عمل ماجستير مثلا والدكتور رفضها مرة واثنين فخلاص هيسيب الفكرة نفسها اللي كان بيحلم بيها بيتخلى عن حلمه لان هو حاول مرة واثنين وفشل حد يتقدم من حد الواحدة وبعد كده ترفض مرة واثنين فخلاص اليأس من الموضوع او حبي واحد بيحاول يعني من حاجة وفشل فيها تمام فان حابب بقول بس لكل حد بيحاول ويفشل نفيش حد بينجح من اول مرة تمام ما تعتقدش ان الشخص اللي هو قدامك على المسرح دوت بيتكرم ده نجح من اول مرة لا ده وجته حاجة كثيرة جدا قصة كبيرة من الفشل قصة كثيرة من المحاولات والفشل محاولات والفشل ما فيش حد في التاريخ كله ايه اي سيرة ذاتية فيش حد كان دخل في الطريق لان نفسه نجح حتى المختارعين نفسهم بتواجهوا مشاكل كثيرة جدا يعني اختراع الدواء بمتوسط عشان تخترع دواء جديد يكتشف ينجح ويفيد البشرية تريدهم في 11 سنين عشر سنين بتوع التجارة مكونات وا 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 لحد ما تطلع منتج يفيد البشرية وينتشر ويجيب لك ارباح كثيرة جدا تمام فكل حاجة بيبقى فيها فشل 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 بعد كان نجاح لو انت يعني عايز وصفة النجاح اقولك ان انت اضغع في معدل فشلك النجاح بيجي بان انت حاولت مرة واثنين وثلاثة تمام مرة واثنين وثلاثة الفشل هو اللي يجيب النجاح اتفشل وتفكر انت فشلت من ايد وتعدل الحاجات دا يعني من ضمن الامثلة اللي جاية دوقتي على فكري تايمور لانك تايمور لانك من القادة الكبار وحارب وخسر المعركة بتاعته والجيش بتاع كله نهار وبقى موجود في الكهف تقريبا لوحده فعمالي فكر بقى اكمل حياتي ولا ما اكملش يعني حاولت وفشلت والجيش نهار فالمهم هو قاعد كده لا انام لعملها تطلع مسافة معينة وعايز تطلع معها اتيل اتقل من وزنه فكل ما تطلع ما تعرفش تقع تطلع ما تحاولش فمرة واثنين وثلاثة وقالك هتيقس فلما قعدت مرة واثنين لحده اكتر من تهتين مرة ونجحت وطلعت فهو قالك يعني انا اقلم النملة دي يعني فقالك خلاص بدأ اكون الجيش ودخل حارب وانهزم مرة واثنين وبعد كده فاز وعمل امبراطورية جبيرة جدتين فانت بش اقلم النملة دي ولا انا اقلم النملة دي تب ما تخلينا نحاول مرة ولوما نفشل نحاول مرة تانية ولما نفشل نحاول مرة تالتة ونعرف ايه سبب فشلنا وهل احنا محللين لكده ولا او نبدأ ندرس الموضوع مرة واثنين وثلاثة ما فيش حد نجح مرة اول مرة يعني الامبراطوريات اللي انت بشوفها مايكروسوفت والفيسبوك والتويتر والالحاجات دي كلها لما تقرأ سيارة ازادية بتلاقي فيه لحظات فشل ولحظات يأس وبس هالفكرة كلها انه ما بيتخلش عن حلمه طبعا نحاول مرة تانية حاول مرة تالتة حاول مرة ربعة فيه الطريق عمره ما بيبقى سالك الطريق كل مرة تلاقي حد بيعوقعك وحد بيحقد عليك وحد بيضايقك ما تلتفيتش ليهم مكمل طريقك يعني الطيارة الحربية لما بتروح مهمة معينة الناس بتقعد بقى تدرب عليها هو بيتجنب كل حاجة ويكمل الطريق وينفز المهمة بتاحته ويرجع انها بتقعد بقى القيلة وقال وفلان قال وفلان عاد انسى الكلام ده كله انسى تضيع الوقت انسى كل حاجة ركز على هدفك فشلت جرب تاني فشلت جرب تاني تمام يعني اللي قدم رسالة الماجستير وترافضت يجرب تاني وتالت ورابع لحد ما ويقعد مع الدكتور طب انت هفشلنا فيها ليه طب عشان كذا طب خلاص هنعملنا الطريقة تانية ويحاول مرة واثنين وثلاثة اللي تقدم من شغلنا مش نهاية تكون انت فيه في كمسة شركة في البلد اللي انت قدمت فيها فيه الف شركة انت رحت شركة فيهم وما تقابلتش عندك اتش ا ار كان كاتب ان هو عمل نطر فيه لحد ولقام السوق قليل جدا تمام بس حدا في الاخر قال له طب انا ايه محتاج ايه قال له انا محتاج انت محتاج تكون كوف كذا ومحتاج تدرس كذا ومحتاج تخل كورسات كذا فرح كاتب اسم الكورسات ديت وجي بعد تقريبها ست شهور خلاص واخد الحاجات دي كان اول واحد على الناس اللي متقدمين لو وظيفة تمام لان هو اشتغل على نفسه وطور نفسه وعرف انه اللي نقصه وعرف ان هي بشنا تكون حاول مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة لحد بتوصل اللي انت عايزه احنا كل الناس كل الناس نفيش حاجة اسمها طريق تدوس عليه السنسير تطلع فوقه خالص لا هتطلع سلالم وطوعة وتطلع سلالم وطوعة سلالم بتاعت النجاح متكسرة وكل شوية تنزل وتطلع تنزل وتطلع لحد ما توصل فوقه خالص ترجمة نانسي قنقر